اهلا بكم في قناة كاس السوعب معكم وحلائتنا اليوم هي قصة بانوان انتقام عاكرة كتبتها ياسمين علي واللي بحييها دايما على كتابتها الراقعة المشورة بالفضل اكتب تسمع تشترك في القناة لا مش مشترك فعل زي بالجرس علشان وصالت كل جديد وهي قصة دي عجبتك تضغطيك وتعمل شيء تعالوا بقى انشوف ايه الموضوع جزيل يالله مين بحكاية جنونية تقسر صمت الحجس بعدما اطالت مدة حبس المتهمة تسليم عبدالعزيز منصور النوري لمدة 15 يوما على زيمة التحقيق لتقييم صحتها النفسية والعقية قبل عرضها على هيئة القضاء العالي حيث انها متهمة بقتل عامتها وحرك منزل جزتها بالكامل انت بقى اللي هتعمل للتقييم من نفسي ملاقوش غيرك ايه دي بس يا تسليم انا عايز افهم منك وانا هصدقك تصدق مين انت فاكر اني عبيطة انت هتسمع مني الكلمتين وفي الاخر هتكتب اللي يرضيك هو انت فاكر اني مش عارفة اني نهايتي يا مستشفة المجانين يا حبل المشنقة في الحالتين نهايتي في ايديك انت يا دبتور قسامة ما تستغربش قوي كده انا اعرف عنك كتير لكن ده مش وقت عايزني احكي لك هحكي بس واعد تسمع للاخر اهسمع يا تسليم بس اتكلمي هتكلم تسمع عن مثل اليما في الارايب عقارب اهو العقارب دول بقى كانوا عماتي نادية الكبيرة وهي اصغر من ابويه بثلاث سنين وناجلة الصغيرة منه بثلاث سنين نادية كان عندها ولدين واحد ما تعرفش عنه حاجة من يومة ولد ابوه خده وسافر وطلعها غيابي ومن ساعتها ما تعرفش عنه اي حاجة اما التاني هو احمد وده والده توفى لما احمد كان عنده سنتين وقتها انا كان عندي ست سنين ناجلة بقى متجوزة وعندها نورة وسلمة نورة من سن احمد وسلمة اصغر منها بسنة المهم من صغري وعماتي بيعملوني معاملة معاملة زي الزفت حرفيا كأن المشارع مش بنت اخوهم اللي المفروض هو اخوهم الموضوع تعودت عليه من صغري وفكرة ان بنات عمي يغيبوا مني ده طبيعي اكيد اللي مبينهم مش طيقيني دول هيتقوني ازاي الوضع فضل على حاله لحد ما بقى عندي 25 سنة وقتها كنت خلصت كلياتي وشغالة مديرة علاقات عامة في شركة عالمية وما اتبقى كان كويس جدا وقدرت ابني حياتي لوحدي وامل حياة امي بعد وفاة والدي وقتها عامة الكبيرة بدأت تجوري ناعم معايا زي ما بيقولوا ما فهمتش الاول السبب لحد ما في يوم جات البيت هي واحمد واحدت مع ماما اكلم كلمة في حدوتها طلبت ايدي لأحمد طبعا ماما رفضت وانا خرجت لها من القوضة وزحقت فيها جرائية علا حوش حتى من ساعة ما بويا مات ما جيتش تسألي علينا جاية تسألي عليها دلوقتي جاية تحني وتجوري ناعم وتفتكري ان ليك ابنت اخ وكمان تخطبيها لابنك اللي هو اخوي الصغير وانا المردب بتاعي حلو في عينيكم اطلعي بارة وما شوفش وشك هنا تاني بعد الكلمتين دول بسطلي وعنيها مليانة حيث وهي بتقول لي بكرة اندم يا بنت اخوية والشعر ده ما يبقاش على حرمة ان ما خليتك تجيلي يرقع علشان اجوزك ابني خرجت وقفلت الباب وراغة انقطعت رجليها من عندنا الخالف وبعدها استمعت من ماما اللي عرفت من جارتنا القديمة انها تخنقت مع عمتي نجلاء علشان ازاي تخدني الاحمد وبناتها موجودين ازاي تفكر تخطب له بنت عمه الاكبر منه باربع سنين وهو عنده اللي من سنه والاصغر كمان على ذكر جارتنا دي احنا كنا قاعدين معاهم في شقة ابويا اللي في بيت جدتي لحد ما ابويا مات وروحنا قاعدنا في شقة برع علشان ما يطلنشرهم المهم من وقتها حياتة قلبت بدأت الاول بهلاوس اني بسمع اصوات مش موجودة وجاية من الحمام بالليل صراخه قطط وانين بصوت انثوي بعدها بدأت اشوف البنت اللي كنت بسمع عنينها بنت مراحقك اسمها ضعيف شعرها اسود وطويل هدومها غرقانة دم لونه قويب من السواد على طول اصحى من النوم بالليل على وجودها في وشي افضل اصبخ لحد ما امي تدخل لي بعدها كل شي اختفي وقتها كان بيجي لي خطاب كتير واول ما بيشفوني يطفشوا لحد ما واحد منهم كان زي ميلي في الشوك وبعد ما طفش كالعادة تاني يوم شفني استغرب حالي وسألني طب مدام انت يا تسنيم رفضاني خلتيني اجا تقدملك لي وتعملي اللي عملتي ده علشان ايه عملتي ايه يا كريم انا استقبلتك في بيتي احسن استقبال طب الشعر الطويل والدم والمكياج المؤرف اللي كنت حطاه كأنك خرجة من فيلم رعب بسيت وقتها الكريمة وانا متنح وعرفت ان كل اللي بيجي ليه يا ما يشوفنيش انا ده بيشوفها هي رحت وانتيها اروحت ومش فهمها ليه كده وحكيت لامي على كل حاجة وبعدها زي ما انت عارف ما خليتش ده كترة ولا شيوخ ولا قصاوزة الا واحد وما حدش عارف يعمل لي اي حاجة لا حد ما وقعت على واحد بركة قال لي ان معمول السحر اسود نيجس مغبوط بشخصيا ولازم علشان السحر ده يتفك يتفك كل عملته يا اما الشخصين اللي مربوط بيهم السحر حد فيهم يموت عايز تفهم اكتر يا دكتور اللي عملت للسحر كانت نادية عن بيتي الكبيرة بعد ما جوزت ابنها لسلمة وبطلتني بيهم وبنجستهم علشان السحر يعمل مفعوله وهي عارفة اني مقدرش اقتل فكانت مستنياني ارجع لها رقع علشان ترضى تفك لي السحر لكن انا كسرت توقعاتها قتلتها في بيتها هي ونجلاء وولعت في البيت كله باللي فيه باللي ازوني وطول عمرهم كرهني يا ابن عمتي زي ما كرهوك وكرهوا ابوك انتي بتقولي ايه يا تسليم انتي مدركة انتي بتقولي ايه هي دي الحقيقة دكتور اسامة امك هي نادي عمتي وابوك سبها علشان غلها وحدها هي واختها وخذك معا وسافر قبل ما هي تفوق من المستشفى بعدها عمل لك شهادة ميلادك في اسكندرية علشان يقدر يسفرك برا برا البلد معا ويبعدك عن شرها لكن انا ما سلمتش منه ما سلمتش منه ولا منها اه انا اللي قتلتهم وحرقتهم حاولوا يحرقوا قلبي علشان اتزلل لهم لكن لا انا اللي حرقتهم حقنت تسليم بمادة مخدرة طويلة طويلة المدى انا الدكتور اسامة لو ولسه فاكرني وطلبت مدة يومين علشان اكتب التقرير التبين لحالتها لكن اليومين دول كنت بعمل مستخدم والشهادة الميلاد اللي ابويا دايما كان بيخفيها عني علشان نشوف اسمه اسم الام نادية منصور النول عرفت وقتها اللي هكتبه في التقرير علشان اخرق تسليم من السجن لكن تليفوني راني وضيت علشان اسمع شكرا للمجهوداتك معانا دكتور اسامة بس المتهمة تسليم الصوت قطع والباب كان بيه خبط فتحت الباب علشان الاقي تسليم اللي دخلتها وهي واقفة قدامي مبتسمة وبتشكرني شاورت لها علشان تسكر لحد ما اكمل مكلمتي الاول ما لها تسليم هربت بنقولك انتحرت يا دكتور اسامة هربت ايه بس انتحرت ازاي طب و بدأت تسليم تتحول ليش طهنة وانا مش قادر استوعب حاجة لحد دلوقتي وكله بيكدبني لحد ما دخلت مساحة لامراض العقلية تحت رعيتك يا صديقي وبكتب لك كل حاجة علشان هي مش هتسيبني مش هتسيبني غير لما موت زيهم انضاء دكتور اسامة طنطاوي خلصة حلقتنا النهاردة وكسرتنا النهاردة اللي كتبتنا ياسمين علي وهي بعنوان انتقام عقرب اه انا بحييها جدا عن كسة بجد هيلة اه وان شاء الله من نجاح لنجاح ولا وعد بتاقي انت كمان عزيز المستمع يريد تضغط لايك ولو مش مش تمت فترة يريد تشترك حالا متفاعد زي بقرص علشان يوصلت كل الجيد كان معكم احمد غبيع من قناة كسة صعب معكم سبعة الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته